نحن الآن في أطراف قراء غرب موريس هذه القراء التي تشهد عصار منذ اندلاع الحرب وتشهد استمرار القنص المستمر من قبل ميليشيات الحوثي المتمركز أعلى جبل ناصة صباح اليوم تم استهداف الطلاب وهم ذاهبين إلى المدارس في هذه المنطقة كما تشاهدون هذه الدماء وهذه الآثار آثار هذه الجريمة التي ارتكبت بحق مدنيين أبرياء لا علاقة لهم بالحرب وهؤلاء الطلاب الذين ما زالوا يمرون من هذه المنطقة ما زالوا معرضين للخطر بأي لحظة إذن هذه الميليشيات لا تعرف سواء القنص والسهداف المدنيين واستهداف كل شيء يحبو على الأرض محمد موريسي قناة بالقيس محافرة الضال